أعزائنا المشاهدين أسعد الله مساءكم في عدد جديد من برنامج البلاد اليوم مصير مشروع تعديل قانون الجنسية الأموال المنهوبة الانتخابات التشريعية صناعة السيارات إنتاج الزيت والعلاقات الخارجية ضف إلى ذلك التحضيرات لشهر رمضان المعظم وعملية التلقيح ضد وباء كورونا كوفيد 19 وملفات أخرى تناولها السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في لقائه الدوري في لقائه الدوري مع الصحافة الوطنية وخلال ترأسه لإجتماع مجلس الوزراء وبين ذلك وذاك تتضح خارطة الأولويات على الأقل على المدى القريب لمناقشة كل هذا أسعد باستضافة الدكتور رضوان بوهيدل الأستاذ العلوم السياسية والعلاقة الدولية بجامعة الجزائر ثلاثة مرحبا بك مرحبا بك أخي مولود وكل مشاهدي قناة البلاد ملفات كثيرة طرحها سيد رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون خلال لقائه بالصحافة أو ترأسه لمجلس الوزراء من بين هذه الملفات التشريعيات والتحضير التشريعيات لا الأكيد أنه أهم موضوع الموضوع هذا الذي يدور حول فلكه بقية المواضيع الاقتصادية والاجتماعية واحدة السياسة الخارجية لأنه لما نتحدث عن تشريعيات نحن نتحدث عن إحدى أهم المؤسسات التي تقوم عليها أي دولة يعني الغرفة التشريعية التي تسن القوانين هذه الغرفة التي قام رئيس الجمهورية بحلها بعد أن تعهد بذلك لما كان مترشح يعني أوفى بعهده الأول اليوم يحاول أن يمارس رقابة على هذا المصار نحو الدهاب إلى تشريعيات حتى تكون نازيهة وحتى تنتج هيئة حقيقية شفافة عن طريق الصندوق كما تعهد وكما يطمح المواطن لأنه أخي مولود يعني المشكلة دائما كان عفوا الموضوع هو موضوع نزاهة الانتخابات أكيد أكيد هي مسألة ثقة المواطن في هذه المؤسسة ومنه تفرع إلى باقية المؤسسات لما تكون عندك هيئة شريعية وصلت على الأقل مهما كان ليوصل حزب كبير أحرار أحزاب صغيرة المهم الطريقة ليوصلوا بها تكون شفافة وترضي المواطن المواطن اليوم صوته هو أمانة وهذه الأمانة كيف نحافظ عليها من خلال ضمانات رئيس الجمهورية أعطى تلك الضمانات من خلال هذا اللقاء الأخير يوم أمس وحتى بعد اللقاءات السابقة وهو امتداد هذا ما قاله الرئيس هو امتداد لقانون العدوي الانتخابات لأنه قانون العدوي الانتخابات في حد ذاته ضمانات وإلا ما شاهدناش هذا الكم الهائل من سحب الاستمارات والنيابة الترشح سواء بالنسبة للأحزاب أو سابقة ربما خلينا نقول في تاريخ الجزائر قوائم أحرار هذه المرة تشجعت لماذا تشجعت؟ لأنه كانت توجد هناك ضمانات ومين؟ كل الفئات يعني اليوم الشباب لما يجيك الرئيس يقول لك أنا أضمن من خلال هذا القانون أني سأدعم الشباب القانون ويقول لك نصف ونصف القوائم الشباب ثلث جامعيين نصف ونزا يعني يفتح المجال لكل الفئات على الأقل البرلمان القادم ومجلس الشعبي الوطني القادم رح يكون بكل المقاييس مختلف عن باقي الغرف السابقة أشار أيضا بالنسبة لنقطة النزاهة يعني وكانت تكلم كثير من الناس عليها ممارسات بائدة لعرقلة ترشح الشباب في هذه الانتخابات وأحذر من ذلك بالنسبة لهذه النقطة بالذات لا صحيح لا ديش فيناها حتى على أرض الواقع كانت هناك بعض العراقين لبعض القوائم لأنه كان هناك تخوف بعض الأحزاب الكبيرة دون ذكرها ما زالت متشعبة في الإدارات يعني من خلال إطاراتها هل هو التحذير؟ لا هو ليس بالتحذير الآن هو اليوم رأي يقول أنه كل الأخبار تصله ربما هذه أبسط الأمور يعني في السابق الرئيس كان يخلي الانتخاب لا يبقاش كل مرة يتحدث عن الانتخابات هذا رأي يقول أني أراقب سيرورة هذه الانتخابات ويصر على نزاهتها حتى أنه فند أمر أنا أعتقد جد ومهم كأنه في الشارع سمعنا بعض الأحزاب رأي تقول لك إحنا تبونا راوم وراءنا إحنا الوزير الأول هو يدعم فينا الوالي الفلاني يتحتو باسمه لكن ما قاله عندما يتبوه يوم أمس يعني ربما قطع كل هذا القويل لما قال أنه ما يهموش هذا المعامل يكون أو على الأقل ما هوش يتبع في حزب معين أو لديه انتمع بالمعنى الأصحي لا يدعم أي قائمة أكيد ها هو كمواطن سيدهب للتصويت سيضع صوت واحد إذن هناك من يتكلم باسم الرئيس لا أكيد هناك من يتكلم باسم الرئيس وباسم الولاد رأنا في تواصل مع عدد من أصدقائنا خاصة السؤالة قوائم حرة الناس لا يتخوف فيهم يقول لك جاء فلان وهذا فلان صديق للوالي في تلك المدينة رأنا يتحدث عني كنت عند الوالي رأنا خرجت من عند الوالي رأنا جيت من عند الوالي هذا من يمارسوا في الحرب السيكولوجية ضد المترشحين الشباب فالمؤكد أنه على التشريعيات يعني التحدي الكبير هو تحدي نزاها ننتقل إلى نقطة أخرى حيث أكد كثيرا على يعني الشق الاقتصادي الاجتماعي الذي لا يجب أن يفصل رئيس الجمهورية تكلم كثيرا عن دعم القدر الشرائية وعن المشاكل التي حصلت مؤخرا في الأسواق لا هذا أمر جد مهم من ناحية الشكلية أنه أبسط الأمور مسئلة الزيت والعجائن والمواد المدعمة والغير مدعمة هذا الأمور رأي توصل للرئيس هذه نقطة جد مهمة مش في نهاش على الأقل في السابق نحن ما رأيش نقوله حاجة كبيرة هذا ما يجب أن يكون وما يجب أن يعني إحتى أن في السابق إن كان هذا الأمر أنه رئيس يروح لأبسط الأمور لهذه القرعة تعزيت للمواطن ما رأيش يوجدها ولما يوجدها بأسعار يعني أصبحت مضاعفة والرئيس أعطى تفسيره كرئيس للجمهورية وحتى يعني هنا لا وزير تجارة ولا وزير أول يعني رح يتجاو كلامه رح يكون أكثر من رئيس الجمهورية القادة الأول للبلاد رح يقول باللي قالها صراحة أن هي مسألة مضاربة ومسألة لوبيهات وهذا الأمر تعودنا عليه يعني أخي مولود إذن القضية ليست قضية وفرة لا أكيد هي ليست قضية وفرة هي قضية مضاربة نحن نذهبت هنا رنا في العاصمة نذهبت لبعض الدكاكين يدخل المواطن يطلب الزيت يقولون لهم ما يوجد ويوجد تلك المواطن ويوجد كيف تحبها نحن نذهبها نحن نحن نذهبها نحن نقول لك نذهبها بطريقة مباشرة يجبها وهذه المضاربة يوجد الزيت يوجد الزيت ويفرد عليك أشياء أخرى نحن نذهبها السوق الفلاح وقتا ما أو يبيع لك الزيت ويبيع لك أشياء أخرى لما رح يشتتبع يعني الأمر أكثر من مضاربة هذا بالنسبة للتاجر وتاجره مواطن بسيط نحن ليهمنا علاش في هذا الظرف وهذا الأخر أنتم تربطونها بعوامل أخرى لا أكيد أنا أشك يعني رأي الشخصي المتواضع أنه الأمر مفتعل لا ندري من طرف من لكن في هذا الظرف بالدات لماذا قبل أيام معدودة قبل الشهر الفاضل ونحن نعلم أنه الجسائريين وعلاقتهم ببعض المواد الاستهلاكية وجات متزامنة ما هيش مسألة تزيد العجائن أنتك تزيد في المقارن حتى الاربعين دينار الأمر ليس بالهيئة واليوم رأي يتحطوا على النضرة للحليم لا الأمر رأيه أنا أعتقد أنه مفتعل فيه بغض النظر على المرحلة الحالية نحن نعلم كلنا أنه قبيل شهر رمضان من كل سنة هناك ارتفاع كبير للأسعار حتى الخضر والفوكة وحتى المواد الأساسية يعني يمكن أنه يتكون مضاربة موسمية عادية لا بصحة دي أري بدأت في وقت لكن عندنا ظرف آخر مهم ما لازم تجاوزوه أنا قلت لك كين ظرف مهم كل ما يحدث يدور حول هذا الظرف وهو التشريعيات لماذا هذا الأمور تحدث لماذا لم تحدث قبل ستة أشهر لماذا لم تحدث قبل سنة يعني مع ما جاء تبون إلى الحكم العمر مرتبط بحل البرلمان التشريعيات محاسبة الفاسدين رؤوس الفاسد ناس راهي في السجن وهذو اللي راهم في السجن هم اللي كانوا سيطانين في وقتين مع لهذا الأسواق وراهي أسواق وراهي مواد أساسية تاكي تخلط له في الزيت وتخلط له في الخبز وفي الحليب هذه المواد الأساسية وحاديث عن السكر وأشياء أخرى عروا ما راح لك شو ما قل لك شو ما يونازو الشيبس عروا راح لك للزيت على كل حال بغض النظر لكل مضاربات علينا أن لا نجعل المواطن ضحية لأي حسابات سياسوية نتقل إلى الملف آخر تطرق إليها خاصة في الصناعة وهي صناعة سيارات هذا الملف الذي أثار وأسال كثيرا من الحبر والأقاوي اللي قد تم الفصل فيه أظن لا هو الأكيد ربما استمع إلى ردود الفعل لأنه الأمر يهم المواطن بالدرجة الأولى مسألة أقل من ثلث سنوات وأكثر من ثلث سنوات تحدث على السيارات يعني بين قوسين نفخ العجلات وليس تركيب السيارات هي ملحقة تحتل تركيب وما كانوا يسميوها في وقتين ما صنعت سيارات في الجزاء مصنع لي سيارات ومسألة شفناها مكونتونار فيه داخل سيارة كاملة العجلة فقط ينفخها ويركبها وترتبع عنه ضرر كبير للخزينة العموية تحدث عليها قالك ضحوا بملايين من الدولارات بمبرر توظيف 400 جزائري لأنه اللي دار هذا النوع من الشركات ومنين دار هذه الشركات؟ كل عموة من أمواله الخاصة هي عبرة عن قروض أكيد وهذه القروض كيفاش حتاجات لفلان وعلان ولم تأتي لأشخاص آخرين أكيد كالناس استغلوا نفوذهم لمنح هذه القروض لا يعني يقول لك هي سلسلة مترابطة لكن توضيح هذه الأمور البسيطة ومن الرئيس الجمهورية يعتقد من حيث الشكل المهم في هذا الظرف لأنه ما قاله رئيس الجمهورية في اعتقادي الأقل فيه بوادر رسالة طمأنة للمواطن لما الرئيس يقول لك عندنا مخزون متخاش الرئيس يقول لك أنا دوك نخرش نشري زيت كي ما نصيب يقول لا لا تبونا ويكذب لكن المشكل أراه في أماكن أخرى يعني على مستويات أخرى يعني موشي الفايدة ممكن ترحوا سؤال بسيط موشي الفايدة على الحكومة وموشي السلطة السياسية اليوم لتفتعل لك ندراتة على هذه المواد هي اللي خسرة في القضية لذلك أعتقد أن هناك وسيط خافي أكيد هناك لبيهات تحول السيطرة على هذه المواد مثل ما كانت في السابقة وهذا الأمر واكتصر وستطرح مصنع بجاية يعني ماشي صدفة اليوم تعلن افتتاح أحد أهم المصانع بالزيت في إفريقيا الغدوة من ذلك تصرى ندرة سنواصل في هذه النقطة لكن فاصل قصير ثم نعود أعزائنا المشاهدين مرحبا بكم مرة أخرى في برنامج البلاد اليوم ونستمر مع الدكتور رضوان بوهيدل دكتور كنا نتكلم على قضية إنتاج الزيت التي تكلم عليها سيد الرئيس لا هو بالفعل هي قضية هي مادة أساسية وبسيطة ويعني أخي مولود أي مواطن يدخل في مرحلة سابقة لأي دكان أي سيبيرات أي محل لا يخلو من أنواع زيت زيت ما يعرف بزيت المائدة كيف فجأة أنه هذا الزيت يختفي من الرفوف يختفي يعني يختفي على الأقل من الرفوف وليس يختفي من الجزائر هذا أمر طبيعي لا تقول ليش هذا الزيت خلاص أين المشكلة؟ أكيد أن هناك وفرة أكيد وداروا هذه 6 شركات أهم 6 شركات للمنتجة لزيت داروا بيان وقال لك إحنا عندنا وموجود يعني من حيث الإنتاج موجود من حيث كيف يوصل للمواطن هنا المشكلة الواسط أين هو المضارب هو اللي يخبي لك الزيت بشي يرتافع سعره هو أي حكايتها مشي الزيت لما كانش هو سعر الزيت ليرتافع بطريقة جنونية يعني هذه كتاعة 5 لتر من حوالي 590 دينار وصلت حتى للألف دينار وصلت حتى وتجاوزت ألف دينار في بعض المناطق بين قضية الخضر والفواكه والمواد الأساسية والزيت هي قضية مضاربة يعني واجب للوزارة الوصية أن تقوم بأهم الوكالة الوزارة الوصية مسؤولة صحيح نحن في اقتصاد السوق يعني عرض وطالب هذا الأمر لكن على الدولة مدندرت وزارة للتجارة حتى في الدول الرأسمالية أكيد هي جريمة بالنسبة للمواطن الجزائري أنك تخبي عليه مادة أساسية بشي يرتفع سعرها وفي ضرف حساس يو الشهر الفاضل لماذا الشهر الفاضل؟ هي مادة أساسية زيت زيت مادة أساسية كما خبوا البطاطا يوما ما وكونجلاوها إلى آخرين بعد كي خرجت بيعوها بعشر آلاف وبعد كي رجعت بسبعة آلاف رجعت بأنها باللي حبطت مع العلم أنه سعرها الحقيقي من مفترض ما يتجاوز خمسين دينار هذه المضاربة إذا نرجو أن تقوم الوزارة الوصية الردع الردع أخي مولود أعتقد أنه الردع وتحمل المواطن هذا لا يلغي مسئولية وزارة التجارة لأنه في كل هذا المواطن بسيط أكيد المواطن يهمه توصل له السلعة لأن الدولة مسؤولة أمام هذا المواطن أستاذ ننتقل إلى ملف آخر أتره الرئيس في لقائه الدوري مع الصحافة الوطنية اللي كان ملف قانون تعديل قانون الجنسية الذي أسألت كثيرا من الحبر أيضا والأقاويل والتأويلات والآراء كما قال سيد الرئيس لا هو هي حقيقة يعني وش قالوا هو أمر واقع هذا الملف أو هذا القاضية أسألت الكثير من الحبر وأخذت مجرى آخر المشكلة أين أخذت المجرى آخر ليس في الجزائر في الخارج اهتمت بها الصحافة الدولية أكثر من الصحافة الوطنية لو لاحظت اهتمت بها بعض الأشخاص المحسوبين على الجزائر بشكل أو بآخر متواجدين بالخارج ومتابعين في عدد من قضايا سواء إرهاب سواء بتهمتها خبر مع جهات أخرى لكن هذه منحة الجنسية الجنسية مرتبطة بالمواطنة يعني هناك إنسان وهناك مواطن الإنسان في حالته البيولوجية لما ينتقل إلى المواطنة عن طريق رابطة واحدة وهي الجنسية وفي كل الدول العالم الدولة أو السلطة السياسية هي التي تضع قوانين لمنحة الجنسية وإحنا عندنا قانون على كل نرئيس فصل في هذه النقاشات نهائيا لأنه ليس الضرف لأنه ليس الضرف المناسب يجب شرحه لا هو الأمر مهم لما يرتابط بقضايا التخابر بقضايا إرهاب ويكون عن طريق العدالة مش يجيك واحد يقول اكتبون حتى لو كرئيس الجمهورية قل اكتبون او سحب الجنسية من فلان مش كما هك الأمور تمشي لازم يوضحوا للناس باللي هذه أمور تابعة للعدالة العدالة هي التي تفصلوا في هذه النقاط تم الفصل في ذلك وانتقل أيضا خاض في ملف الذاكرة رئيس عبد المجيد تبون خاض في ملف الذاكرة وقال خاصة ملف آخر وهو ملف استيلاء فرنسا الاستعمارية على كثير من الوثائق التاريخية ومن الأرشيف العثماني اللي كان موجود في الجزائر لا صحيح هذا أمر المعروف بالنسبة للمؤرخين اللي تحدثوا عليه وتحدثنا عليهم يرانا أنه فرنسا ما نهبته ليس فقط ما ربطوهاش دايما من 1954 إلى 1962 لا فرنسا جاء رائمها منذ أن وطأت رجل وربما أكثر يعني حتل محاولات منذ 1504 أعتقد لما خلتني جداكرة كانت عدة محاولات الفرنسيين أو غيرهم لاستعمار الجزائر لكن هذه بعد 1832 يعني حتلوا كان الأمر الرمزي مدفع بابا مرزوق الموجود بمدينة براسك الفرنسيين وحطيناه في رنبوة هذا ملك للجزائر كما هما كانوا يسميوه كانوا كانون كونسولار كانوا يحاولوا يدخلوا يحطوا القنصل في المدفع ويرميوه في البحر وربما إشارة ضمنية للذين يقولون أنه لم تكن هناك جزائر قبل الفتنومية صحيح لا في زائر كانت هناك موجودة وتحديدت على الجزائر قلت هي إشارة ضمنية لا أكيد كان هناك أرشيف وكان هناك أرشيف ومكتوبة كلمة الجزائر ربما ليس بالخريطة المعروفة اليوم لأنها موروثة على الاستعمار هذه الحدود المستحدثة ولكن الجزائر في حديثت يوم يعرف اللي جوندالجي يعني الأقل من دلس حتى التنس هذه هذه العاصمة خرائط وجدت دوليك المتحدة الأمريكية كلمة على الجيري تبدأ من تلك الإنسان إلى غاية تبسى الحدود وكانت الجزائر وتكتب باللغات الأخرى حتى الوثيقة اللي برمتها الجزائر مع واشنطن يعني كتبت بالنساء بالإنجليزية وبالعربية يعني الولايات المتحدة وما أدراك يعني رضخت للجزائر وكتبت وثيقة وكانوا يسميها الجزائر حتى اللي يكتبوها باللغة الأجنبية الجزائر حنا ألجيري اللي بانت لاحقا عام 1860 أو لا أدراك مش ما ننخلطوش في التاريخ لكن ما أعلموه أنه كلمة ألجيري كلمة داخلة جات مع الاستعمال لكن الجزائر كانت موجودة الشعب الجزائري موجود منذ قرون جزائر يعني هذا هدو اللي حبوا يشوه تاريخ الجزائر لا الرئيس عود رجع لهذه النقطة ربما هي رسالة لفرنسا تحديدا بأنه لن نتراجع عن ملف الداكرة لأنه خاصة مؤخرا ملف يعني التقرير اللي قدمه بن جامل ستورر الرئيس إيمانويل ماكرو وذلك شأن فرنسية خصة صحيح ومشي اعتراف باعتدار ولكن اعتراف بشيء الجميع يعلموه وقضية الاستقبال إيمانويل ماكرو لأبناء الشهيد المحامي علي علي بومنجل هذه مكتوبة كتبها أصارس في كتابه قبل سنوات لم يأتي بالجديد لم يأتي بالجديد لنس ضخمة وقال لك هذه بداية اعتدال لا هنا الرئيس يقول لك أنه لا يمكن تجل لأنه تعاهد احتى الرئيس والشعب الجزائري كل هذا مطلب هذا مطلب جزائري ملف الخرائط الألغام يعني أوقعت الضحايا حتى بعد الاستقلال الملف النووي هذه الفضالات النووية في رقان وصحراء الجزائرية كل هذا بالإضافة إلى الأرشيف أرشيف في حد ذاته منذ ثورة العتماء واحتى الأموال لماذا لا نذهب أبعد من ذلك ونطالب بالتعود لأنه هناك يعني يعني بسعر اليوم هي ملايير من دولارات ربما هنا بتتتتتتتت لأنه الاعتراف يقابله تعويضات أكيد ضخمة وكبيرة صحيح يعني إذن فورشة الذاكرة مفتوحة على مصرعيها نتقل أيضا إلى ملف الوباء وباء كورونا كوفيد 19 السيد الرئيس تكلم عن إمكانية بل أنه هناك إجراءات لإنتاج لقاح الروسي سبوتنيك لا صحيح هذه أنا أعتقد أنها رسالة أيضا للخارج أكثر من الداخل لأن المواطن ما يهمه اليوم هو وصول اللقاح وأنه يلقح وأن الدولة تقوم بدورها وتتحمل كل المسؤولية في هذه النقطة حتى نتجاوز بإذن الله هذا الوباء لكن أنه يتحدث على لقاح معين وأنه سيتم تصنيعه في الجزائر هذه رسالة واضحة للخارج بالجزائر أيضا لديها حلفاء لدي حلفاء أي حلفاء حلفاء في مجلس الأمن يعني هذا أعتقد أنه لما تحدث بطناء هو قد يبدو الأمر أنا أعتقادي أنه الأمر ربما يخد بسطحية لما نتحدث عن اللقاح لا الأمر أعتقد أنه استراتيجي بالجزائر ما زالت حليفة لروسيا ونتعامل وروسيا لا ستمد لكن تدير تنجو في الجزائر لا ستمد لأي شخص هنا الأمر أعتقد أنه استراتيجي أكيد إضافة أنه طمأن للرأي العام حول كما أيضا طالب أبي رفع مخزون اللقاحات لا صحيح الأمر المهم من الله هي هذا الأمر يجب أن يكون هذا ما يجب أن يكون وباستمرار يعني الشيء الجميل أنه الرئيس لغاية اليوم لم ما زال ما تراجعش على مسألة لقاءه مع الصحفة أمر جيد ضروري ونتمنى ونتمنى أن تكون هذه اللقاءات الدورية يعني في فترات أقصر من هذه خاصة في الضرف لهذه نسمعه للرئيس أفكاره معلش اتفقنا معه أو اختلفنا معه هو كرئيس للجمهور مدى بنا الرئيس ما هو قال لك هذه جوزة طموحنا إذا كان إذن هنا الباب صح رهو مفتوح وإلا كانوا يعرقلو كما في السابق كانوا قدرين يوجدون لك في السابق من الصعب أنك تلحق عشرين قائمة في ولاية ما يخليكش أصلا جبت الاستمار ما يعطي يقطع لك طريق منذ البداية كان أحزاب القوطة لهما الإدارة لهما كانوا الولاة اليوم الأمر مهم أنه فصل الإدارة وداره سلطة مستقلة نتمنى أن تقوم بدورها الحقيقي أن يتم رسكالتها بشكل دوري لأنه مع الأسف لاحظنا بعض القراءات الخاطئة نعم أني قلت لك مولود أخي مولود أن تشريعيات هي محور ما يحدث اليوم هذه الأولوية ما لازمش لازم لازم جزائح أنتم تربقون الشق الاقتصادي بالشق السياسي الشق الاقتصادي والاجتماعي وحتى الدولي لأنه هناك متابعة للجزائر وما يحدث بالنسبة للملف الدولي سيد الرئيس أثار ملف العلاقات الخارجية للجزائر وملفين مهمين هي علاقات مع ليبيا حيث قال أن الجزائر هي هنا إذا احتجنا للأشقاء وأيضا وضع النقاط على الحروف ربما فيما يخص ملف الصحراء الغربية والمغرب حيث فصل بين القضية نهائيا في قضية العداء ما رأيكم في هذا الملف لا هو امتداد لموقف الجزائر ثابت هذه أخي مولود من ثوابت الجزائر هذه دكترين عقيدة لا يمكن تغييرها بتغيير الرؤساء بالنسبة لليبيا نبدأ بليبيا لا ليبيا ليبيا الجزائر عادت عادت بالديبلوماسيتها وبقوة وهذا ما الرقى بعض القوى الكبرى احتوى تبع أنها ديبلوماسية الأعناق أمام الكاميرا شيء لكن هناك اختلاف ولا توطر ما بين الجزائر وعدد من الدول الكبرى حول ليبيا كي يخرج لك الرئيس يقول لك نرفض أي تدخل عسكري مهما كان هذه رسالة موجهة لعدد من الدول منها الإسلامية ومنها حتى العربية منها قالها بصراحة وكما تحدث عن الهار الهروالة يعني تحدث بصراحة هذا موقف الجزائر ليس موقف عبد المجيد تبون ولا جراد ولا بوغادوم الجزائر دعمت دائما الحل السلمي لا أكيد وستتمسك بذلك هذه مسألة تصفية استعمال جدا في الدستور وفي كندسة الجزائر تصفية استعمال جزائر ساعدت الأبرتايد يعني ساعدت عفوا ساعدت جنوب إفريقيا ضد نظام الأبرتايد ما رحش تساعد أشيقائنا الصحراويين للمستعمارين محتلة هذه دولة رحي أرض محتلة من طرف دولة أخرى شاقيقة وهي المملكة المغربية لكن مؤخرة المملكة المغربية في تهجم مستمر على الجزائر سواء إعلاميا أو حتى دبلوماسيا البارحش سينيغال على ما أعتقد سينيغال زي تفتحة قنصولية في الدخلة العلم المنطقة فارغة ما فيها حتى مواطن من هذه الدول قالوا لا العربية بدون ذكرها لأننا نحترم العرف الدبلوماسي دول عربية ما عندها ولا مواطن بلك ومع ذلك سيد الرئيس أكد أنها ليست قضية يعني الجزائر هي قضية تصفية استعمار أكيد هي تصفية استعمار وحق الشعب الصحراوي المعترف به من الأمم المتحدة ممثلا في البوليزاريو منذ بداية ستينات بتقرير ما صاره عن طريق الاستفتاء هذا شيء مفروق منه يعني اليوم الرئيس ما قاله هو تأكيد لموقف الجزائر لأنه دايما في الدبلوماسية والعلاقة الخارجية دايما الوحد يراجع نفسه يغير الموقف لكن هنا الرئيس لأنه هو اللي يصنع السياسة خارجية ومجزة ومجزة قبل أن نختتم دكتور كلمة آخرة لا هو ما نتمنى هو الله الخير للجزائر وفتح المجال ليس فقط بشقه النظرية ما نبقى نشوفه في الدستور حبر على ورق ولا قانون العضو الانتخابات حبر على ورق نشوفه إن شاء الله في الميدا لأنه مسألة ثقة ثقة لما المواطن يثق في الصندوق رح تشوف نسبة مشاركة ربما تلحق سعيد لفات كثيرة وحيوية ناقشناها ووصلنا إلى ختام برنامج البلاد اليوم نلقاكم في بوعد آخر السلام عليكم